هلو يا حلوين أنا دينا عايزة النهاردة أكلمكم عن عطر اتأخرت كتير جدا في أني أكلمكم عنه وكمان اتأخرت أني أجربه عطرنا النهاردة هو عطر جاني عن التعريف هو عطر رغبة من لطافة عطر بقاله كتير جدا في الأسواق ولكن أنا اللي اتأخرت في تجربته أنا فقط جربت الثلاثين منلي ولكن مبسوطة جدا جدا أني جربت العطر دا لأني كان لازم أعرف العطر دا هو إيه هو عموما عطر لمحبات الريحة السويت جدا جدا وريحة الفانيلا ولكن في وجود العود عطر شرقي بامتياز عطر كتير من الناس بتحبه ويعتبر منه العطور اليونيسكس عايزة أقول لكم أني أنا النهاردة مش بس هكرب لكم العطر دا ولكن أنا هديكم اقتراحات لمزيد من العطور اللي ممكن تستخدميها مع العطر دا تخليه مور ويرابل أو ممكن يكون سهل الارتداء أكتر من استخدامه لوحده خلوني في البداية أقول لكم أن الأكورس بتاعت العطر دا هي السويت والفانيلا والعود العطر دام المكونات والفانيلا والسكر والبخور والعود وخشب الصندل والمسك هو عطر خطي عطر مش هتلاحظ فيه تدرب للنوتات ولكن إذا كنت من محبات ريحة الفانيلا وبتحب العطور الجورماند اللي ريحتها سويت جدا ريحتها قريبة من السكر من الكارامل إذا كنت من الناس اللي حبت منسيرا روزز فانيل فأنت ممكن جدا تحبي العطر دا ولكن هنا في وجود ريحة حود وريحة فيها ريحة عنبر عطر كده دسم وتقيل وقوي جدا الحقيقة هو فواح ولكن أنا لاحزت أن العطر دا كل ما بتسيبيه فترة أطول في العلبة أو في مكان محفوظ حقيقة فواحانه وسباته بيكون أعلى نقدر نقول هو عطر سعر قليل سباته وفواحانه عالي عطر السويت وفانيلا يعني مع ريحة عود مناسبة جدا متوازن عطر فيه عمق وفواحان عطر فيه فخامة كمان نقدر نقول أن العطر دا ممزوق كويس قوي قوي مع السويتنس والسبايس الحقيقة أنا في العطر دا اللي لاحظته أنه هو من أول رشة أنت هتشمي ريحة نوتس هي مش لستد في المكونات أنا بالنسبالي أنا شخصيا شميت ريحة بتشبه ريحة التوابل الهندي كانت بشكل سويت جدا كانت بطريقة سبايسي بس باودري يعني شميت ريحة بتشبه السنمون شميت ريحة بتشبه الكاري مثلا عارفين التوابل اللي بتكون ليها لون أصفر عارفين ريحة أنا شميت ريحة كاري بوضوح حقيقة مش عارفة دا من إيه بالزبط ولكن العطر أقدر أقول لكم أنه هو فعلا عطر سبايسي ولكن السبايسنس هنا هي سبايسنس باودري فيها سكر بتحسي أن السكر هنا كأنه زي الكارامل عطر كده فيه أكوردز من العنبر وطبعا أنتوا عارفين لو أنتم مش أول مرة بتشوفوني عارفين أن أنا من الناس اللي بتعشى أنوتة العنبر بريحتها المبخرة السويت الدسمة الأنمالك شوية الريحة اللي فيها إحساس كده مريح للأعصاب وأنا بشوف كتيرا ريحة العنبر والبخور والأجواء دي بتناسب طبعا الشتاء ولكن بالنسبالي أنا كشخص شرقي يعني بتناسبني كتير في فصل الشتاء وبحس أنها بتكملمانت قوي مع زوقي في بعض الأوقات الكتير جدا ومؤخرا بقيت بميل للنوعية دي من العطور هنا العطر دا يعتبر عطر سويت جدا عطر كده يعني زي ما قلنا بيناسب الجنسين ولكن هو مشكلته أن فيه ريحة بخور يمكن إحنا كشرقيين تعودنا عليها كتير وبقينا حاسين أن العطر دا بيناسب بس يعني أوقات معينة الحقيقة كانت فكرتي أنا هنا في الفيديو دا أن أنا استخدمته مع عطرين هكلمكم عنهم في آخر الفيديو حقق لي توازن للعطور دي وحقق لي عمقه وحقق لي ريحة حقيقي أداكتف جدا كنت مش قادرة أبطل أشمها حبيت العطر دا جدا ولكن مع ليرينج لعطور تانية أو دمجه مع عطور تانية ولكن هو بذاته برضو كمان حبيته ولكن يمكن شفت أنه هو فعلا كما يقال هو صعب شوية الارتداء مشكلتي معه في الدرايداون بتكون درايداون ريحتها فيها إحساس بالنسبة لي مش لطيف يعني مش عارفة وصفه لكم إزاي إحساس كاتم أو خانق أو في ريحة صور مع الجلد ما حبتهاش قوي ولكن لما عملت له ليرينج بالعطور التانية اللي هكلمكم عنها حبيته جدا 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 العطر دا لو أنت من الناس اللي حبت خمرة من لطافة جربيه لأنه هو نفس الزوق ولكن في مزيد من البخور والعود هناك العطر التانية خمرة ما كانش فيه طبعا بخور والعود حبيتي روزوز فانيل ولكن روزوز فانيل كان على أنعم كان بدون ريحة البخور هنا دا عطر شرقي جدا بامتياز الحقيقة هنا كان أول اقتراح بالنسبة لي أن أنا جربته مع عطري العزيز عطري اللي بحبه جدا من زمان يعتبر وهو كان برادا كاندي عطر برادا كاندي هو من العطور الباودري اللي فيها ريحة سويت وفيها كراميل ملاحظين هو فيه كتير من الأكورز بتاعة العطرة دا ما عدا العود والبخور ولكن فيه العنبر اللي بيديله تدخينة وفيه البنزوين اللي برضه بيديله إحساس زي الرتنجات كده وصمغي وملتد كده وبتحسين العطر فيه كراميل دافي وناعم باودري جدا عطول فيها ريحة باودر قوية هنا هتحسي أنك في العطر دا ضفتي لبرادا كاندي الجانب العميق جدا جدا من ريحة العود والتدخينة بقت يعني اتعززت أكتر وبقت أوضح وبقت واضحة بشدة الحقيقة قد تقلل العطر دا حبيت برادا كاندي جدا جدا وأنا دمجاة مع عطر رغبة بيتها يقلي أن أنا بعد كده مش هستخدم برادا كاندي لوحده أفتكر كده وخصوصا في فصل الشتاء عادة واضح أن أنا هستخدم له عطر رغبة برش عطر رغبة الأول وبعد كده برش فوق برادا كاندي باستخدم عطر رغبة كبيز أو قعدة لعطر برادا كاندي أما العطر الثاني اللي جربته حبيته جدا جدا مع عطر رغبة وهو عطر شهير جدا أغلبكم ممكن يكونوا جربتوه هو جيرلوف ناو هو كمان عطر شارقي سويت جدا في ريحة سويت بتشبه الكانديز ولكن بلمحة كده أو في يعني في قعدة كده من ريحة المكسرات الكريمية الناطي مع فانيلا مع التونكا هنا بقى كمان أنت بتضفيله وهو فيه زى السيم أكورز هتحسي أنه هو فيه بيضفله مزيد من الفانيلا بيخلي الفانيلا شرقية أكتر يعني بيضيف للعطر ده عود وسويتلس أكتر بحس أنه هو بيكمبليمانت قوي 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 مع الأورنج بلاصم اللي هنا بحس أن الأورنج بلاصم فتح جدا عطر رغبة وخلاه يعني مور فلاوري أو زهري أكتر يعني ده ريحة أورنج كده لطيفة ريحة الحلويات الشرقية اللي بتشمها من جيرلوف ناو مع ريحة الجورموند اللي موجودة في رغبة بحسي هنا أن العطور دي التلاتة الحقيقة كانوا من العطور اللي هي فيها ريحة الكراميل وفيها الفانيلا وفيها العود عطور بتناسب الزوء الشرقي الزوء اللي بتحب العطور السويت قوي هيبقوا يعني فعلا كامبوز رائعة في الشتاء فعلا فعلا هيبقوا بيدوا دفء وبيدوا غنى وبتحس إنها عطور يعني كوزي جدا ومريحة جدا وإنتي بتستخدميهم مع بعض حقيقة الحقيقة فعلا لازم بجد يا بنات تجربوا العطر ده مع العطرين دول حقيقة هتبقوا شعادات قوي بالنتيجة النتيجة هتبقى مور اوريانتل النتيجة هتبقى بتناسب شخصية كده واسقة من نفسها جدا يعني مؤسرة جدا شخصية كده يعني بتحب الرواءان ولكن كاركتر وبصراحة كاريزمة كده جدا جدا يعني أنا بشوف إن العطور دي أنا من عشقات ريحة الكرامل ومن عشقات الفانيلا فاستمتعت جدا جدا بالليارينج ما بين العطور دي فإذا كنتوا من محبات عطر رغبة ممكن جدا تجربوا الليارينج كومبوس دي وهتستمتعوا بيها جدا جدا أنا دينا حبيت أعرفكم بيه في آخر الفيديو إذا كنتوا خلصتوا معايا الفيديو للآخر ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديوز ويتقولوا لي رأيكم في كومنتس جربتوا عطر رغبة ولا لأ وحبتوه أو لأ وإيه الأفكار اللي عندكم اتجاه العطر ده تخليه أجمل ومقبول أكتر بس كده حلوين إن شاء الله أشوفكم الريديو اللي جاي بواي باي